نتواجد الآن في منطقة دار النصر الجبل صبر هنا حيث ارتكبت الميليشيات الانقلابية مجزرة جديدة بعد استهدافها منزل المواطن محمد أحمد سعيد الشقاع وأدى ذلك إلى وفاة طفلتي هبا وهيام والذين لم يتجاوز عمرهما الثاني عشر بالإضافة إلى إصابة جدتهم بإصابات بليغة وتم نقلها إلى قسم العناية المركزة مجازر مستمرة ترتكبها الميليشيات الانقلابية ومدفعيتها من وقت إلى آخر وتحصد أرواح الأبرياء والمدنيين هنا في هذه المناطق وكما تلاحظون هذه المناطق التي تتمركز فيها عناصر الميليشيات الانقلابية ومدفعيتها والتي تقوم بالسهداف الأحياء السكنية والمناطق الأهلة بالسكان تفيد المصادر بأن قديفة الأمس والتي أطلقتها الميليشيات الانقلابية هي جاءت من مدفعية الميليشيات الانقلابية المتمركزة في مناطق الحوبان يتساءل سكان هذه المدينة إلى متى ستظل هذه الميليشيات الانقلابية تحصد كل يوم أرواح جديدة من المدنيين والأبرياء جراء استهدافها المباشر بمدفعيتها وقضائفها للأحياء السكنية وأيضا يتساءل أبناء هذه المدينة إلى متى ستظل المنظمات الحقوقية والإنسانية تتجاهل كل هذه المجازر الوحشية التي ترتكبها عناصر الميليشيات الانقلابية من وقت إلى آخر حمزة أمين قناة بلقيس بالمنطقة دار الناصر تعيي